يعني هو بيلمس فقال لي على فكرة يا سازة وزهرة انت احسن واحد يتضرب في السينما عجبته اول بس انت بتتضرب وانت عارف ان انت هتتضرب بذب وهو بيلمسني زي القلم اللي الدهولي احمد زكي وهو ما ضربنيش في ارض الخوف وقلم بصوته وكلهم بيكلموني على القلم ده بالذات القلم دي ما كانش حقيقية لا 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 بس هو اللفت بتاعت وشي هي اقنعت الناس ده القلم بس انا عايز اقولك لما انك ذكرت ارض الخوف شوف مشاهدك لم تكن كثيرة اربع مشاهد واحمد الله يرحمه عمل الدور ده بعبقرية يعني الحقيقة انت كنت بديع برضو اقولك واقعة اهمة جدا في الفيلم ده ابتديها باكتشافي لاحمد زكي انا بقى في القومي وكان زمان بيمتحن الطلبة على مصرح الخشبة القومي الخرجين فطلعت اعدت وبصيت في الاب اعدت في البنوار اتفرج على الدفعة لما دخل احمد زكي عملت ست شخصيات وبقى يغير في صوته الوادي هابلني هابلني روح تنازل جرش وهو بقى يقولها بقى على فكرة في ارض الخوف الاسوزة بزارة هو اول واحد اكتشافني قلت له يا لها برافو عليك انت حتبقى الممثل الاول في مصر وبقى فتكر بقى وقد كان وقد كان لما عملنا ارض الخوف فيه من النوج الطويل ده لو تذكره طبعا ما كانش عجبني داود عبدالسيد قال لي والله كويس وقل له لا راش مبسوط شوف يا عزيز داود انا لو فكرت ثانية في الكلمة ابقى خرجت من الشخصية وحصلت لمرتين بس ما تبانش ان انا اجيب الكلمة يعني صمتة واجيب الكلمة قال لي طبعا عايز ايه انا ضربت له تليفون نعيد المشهد اجهزة والكرين ويقلموا ومشوا قال لي والله انا حسن احمد احمد ذاك راح قال له السيد ابو زارة بيقوله انه عايز يعيد المنيلوج لانه مش عاجبه قال له اتعاد